مائحة بطوك وطوك 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 ومعاجل معظفة مائحة لا أهبتنا أهلا بنا الطراول أهلا بنا الطراول لأهلا ولا حاجة مو اللي أهبتونا العيد لدى النازحين في مأرب تلخصه دموع هذه العجوز في أحد الخيام التي تفتقر لأبسط أساسيات الحياة فالأمطار والعواصف التي تشهدها مأرب هذه الأيام ضعفت من معاناتهم وذكرتهم بمنازلهم حيث الاستقرار والراحة قبل أن تأتي ميليشيا الحوثي لتشردهم في أسقع الجمهورية في هذا المخيم يعيش النازحون تحت خيام مهترئة لا تقيهم حرارة الشمس فضلا عن الأمطار الغزيرة والسيول التي تغرقهم داخلها والله 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 زلت جلاله يا هذا ربي أني والله إحنا بن مأزوزين خارجونا مع وثه والله مأزوزين إلا حوثها هنا أنت من وين حاجة نعم ونظام تقرأ فين بيت آسي بن آسي لكن هذا هو ثقارجوني أسو فينا العواصف والرياح التي تأتي قبل الأمطار شلت بعد الخيام ولا شفنا أي استجابة من بعض المنظمات التي وضعت الخيام في المنطقة ونسبة للعيد ما شفناش ولا أي حاجة من المنظمات نهائيا عادة ما تقدم المنظمات الإغاثية عددا من المشاريع لمخيمات النازحين لكنها لا تكفي ولو لسد احتياجاتهم الأساسية كما يقولون ناهيك عن شكاواهم من عدم تنفيذ المشاريع كاملة وتغطية جميع النازحين فغالبا يتم التوزيع أثناء تصوير وتوثيق هذه المشاريع فقط فيما غالبيتهم لا يحصلون على شيء كل الله فوقنا المطر والريح والحرب نحن هنا قرب الساعة الذي محشور ينحشر والناس حالتهم تعبانة بعض الأحيان المساعدات المالية لا تصرف للناس كافة تصرف الأحيان أشخاص أحيان ما تجيش والمنظمة تجي غير تصور وتصرف شوية ساعة ما حصل أمس شوية العاب للأطفال صرفت المجموعة من التصوير وبعدها ما جينا قال كنت حصلت مشكلة وانسحابوا من زحمة الأطفال وراهم بس يجي غير يصوروا ويمشوا ضروري يصرفوا للناس صدق بنية صادقة علشان الناس تعبانين مضررين ما غير يصور وبعدها يمشي ما هذا نحن قديق هانا لنا في الجانب الآخر يعيش نازح صرواح في منطقة ذنه والروضة وضعا أكثر مأساوية فمع تدفق السيول واتفاع منسوب المياه في سد مأرب تضررت أكثر من 1340 أسرة وغرقت مبان وجرفت الخيام والعشش لأكثر من 340 أسرة كليا وقرابة ألف أسرة بشكل جزئي بحسب تقرير الوحدة التنفيذية للنازحين والسشعار للمسئولية تجاه هؤلاء وجه محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة بمعالجة أوضاع المتضررين وتوفير الاهتياجات اللازمة على نفقة السلطة المحلية اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر